أستاذ خالد وأستاذ أحمد هذا أول تعاون أنتم بصير بينكم مع الأسف طيب كيف احكونا كيف كان هذا التعاون كان لازم قبل هيك قلت له ديك اليوم على التلفون كان لازم تعرف بعض قبل 40 سنة احكونا كيف كان هذا التعاون ما كيف بلشت في كاسنس كافي زي كل الشيء الحلو أجل سوري لا أدنا بعد التلفون في عندي مشروع مسا هيك نحكي مسرح وشتركنا الوران وحصلت على البروفات بك الآن سؤالي إني أن أستاذ خالد وأستاذ أحمد أنت مخرج فحسيته أنه مثلا صار في بعض الاشتكاليات يعني أنت في عندك نظرة إخراجية معينة وأستاذ أحمد عنده نظرة إخراجية برضو ممكن تكون مختلفة ولكن بالنهاية هذا بيصبي مصلحة العمل ولكن هل صار هناك في إشكاليات أم كان تجانس بطبيعة المسرحية بما أنه كان هناك مخرجين متميزين بهذه المسرحية الطابع لديك الساب الطابع لدي ما هذا بأقول لك هذا جذر الموضوع اللي كنت بحكي عطفاً على وجود الأستاذ خالد معنا أستاذ خالد حدد بروفشيونال وكان موجود في العمل كممثل موجود كممثل وممثل جميل ويحكي وجهة نظره يعني اقتراحه يعني ببساطة بدي أحكي بالعامية يعني متعامل مع شخص كبير يعني مش معقامة فعلا يعني عرفت كيف فكان في حدوده كممثل بغاية الجمال وبغاية الروعة هلأ إشكاليات بطبيعة الحال لما كل حدا عارف وين حدود مهمتوا مش رح يكون فيه إشكاليات الطابع معك استاذ خير كنت بحب صراحة عن جد كنت بحب يمكنني أول مرة بحكيها لأحمد بحكيها هيك على المفتشي قدام ست ملايين مواطن مواطن أردنية لازم تيجوا تشوفوا المسرح هي ياسين حلوة كتير والله بتدايق اللي ما بيجي وين عمت نعرضها للمسرحي؟ بحلا بنا نعرضها يوم الخميس بأربد وبنا نعرضها مهرجان للمسرح الأردن بشهر 11 وفي عنا هيك أحلام وطموحات انه يعني نعرضها في محلات في سوريا في تونس ومش في سوريا لسه انت تنسيت شدك تحكي على المفتشي نسيته اللي هو كنت حابب وبحب انه كان ممكن يجي يحضرنا زملائنا المسرح جيين الكبار والشباب والمخرجين والممثلين يشوفوا كيف بروضة مسرحية حقيقية خالصة صافية لوجه الله تعالى وعشان المسرح يعني هاد موضوع انه انت تتمشكل مع مخرج ودورك وشير من هون ووحده من هون لأ وجهت نظري وانا بدأ امثل هيك كنا رايحين يعني ممكن من اللحظات الاولى حسيت او هيك شي كان اول مرة حتى ممكن نحكم مع بعض انا و احمد بهذا العمل ممكن نشوف مع بعض ايك بتعرف تلقي حات الفنانية بعيد نظرات متبادلة بس لما دخلنا انه بتحس انه انت بتعامل مع مخرج ذكي جدا وكبير جدا وعميق جدا وهل قد بسيط زي ما انت شايفيت اكيد انت تعامل بعدين اللزيز شو انه تامر خوالده عمره 22 سنة 23 سنة ببكر لسه طالب كلية الهندسة وتامر متخرج مبارح ام جد حجازين اكبر شوي لسه عاشر ستيب بالجامعة وعلاج طبيع ومثل دور الجمل بجنن اسماع قاسم يا الله ما احلاها وانا كنت كتير لزيز والمخرج كان كتير لزيزة اكيد كنا لزيزين عن جده حلوين يعني تفرج على الخمس شخصيات انت خشبة المسرح تحس كأنه وصلنا بنعمل بروفات مع بعض سنة سنتين فترة كيف كان تفاعل الجمهور مع المسرحية يعني اذا بنحكي عن الموضوع الموضوع هو عن حياة الفنان فممكن يكون في اهتمام اكتر للفنانين بهذا الموضوع للمسرحيين مثلا فكيف كان تفاعل الجمهور شوف المسرحية كان مدتها ساعة وربع العرض كان يكون ساعة ونص في ربع ساعة ردات فعل من المشاهدين بين تصفيق وبين ضحك منتر نتوقف بلاحظتها طبعا فربع ساعة هاي بس ري اكشن ومتعة هذا كنا يعني المسرح بتعرف ردة الفعل مباشرة حية بين الصمت وبين الانفعال العالي وبين الضحك والتصفيق والاعجاب كان في ربع ساعة ابتداء من العرض الأول والعرض الثاني والعرض الثالث زاد على زمن المسرحية وهذا بحد ذاته لا أستاذ خالد عشانيك البعض حسنا طويل شوي ما حسبش حساب الربع ساعة الجمهور شارك الجمهور مشارك معنا بالعمل مالهاش شارك كان في انسجامة من الجمهور مع المسرحية يا عم ما بتزبط هذا الحكي لازم تيجو تشوف وعشان تشوف إذا بتشوف النهاية والبداية وتفاعل الجمهور بالتقرير بالدفدي نمسجن احنا بالنسب لأن كان ايش انه متوقعين هيك من اللحظة الأولى من أول صفحة قرنا متوقعين هذا التواصل لأنه أول من نقلب بصدق شديد جدا إيمان عميق جدا بالمسرحية وبالمسرحية وبالمخرج وإحنا الاربع خمس ومع بعض أمنا مع بعض بطريقة كتير حقيقية مش لا فيها لمصلحة أو شيء روح رف رفات تعرف روح المسرح الجميلة المقدس والجميل والراعرو حلت علينا في البروفات وفي العروض الثلاثة العنم أو يوم إن شاء الله يوم الخميس بإربد أهل العروض الشمالي يجي يشوفوا إن شاء الله بإربد الساعة واحد على مسرح الدراما في جامعة اليرمو أكيد إن شاء الله يعني إحنا بندعي كل اللي موجودين بإربد كل أهل إربد أنه يتوجهوا ويحتروا هذه المسرحية هلأ بنا نحكي عن مشكلة المسرح يعني برأيكم كمسرحيين شو أهم المعوقات اللي بتقف أمام تقدم أو تطور المسرح الأردني؟ شوف هي بداية هلأ في جهود مشكورة المهرجانات والمواسم لكن بعتقد أن هذه المهرجانات هي احتفالية بالفعل المسرحي أكثر ما هي تكون الفعل المسرحي للأسف اللي صاير في عمان أو في الأردن أن المهرجان خلاص بكف أنه بتم إنتاج عشر خمسة عرض عشرين عرض هلأ باعتقادي أنا أي مهرجان في الدنيا المفروض بتم عندك خمسين أو ستين عرض بينتجوا على مدار العام وهذا المهرجان هو احتفاء بعدد من الأعمال المسرحية لكن في فعل يومي في فعل أسبوعي في عروض دائمة ليس فقط بحدود كيف يتم تنشيط هذا الفعل هناك تجارب فنية مثلا ممكن في سوريا يسمون المسرح القومي يكون في إنتاج دائم في عدد من الأعمال يزيد عن عشرين تلاتين عمال ويتم تكوين مهرجان هذا المهرجان يتم اختيار مجموعة أعمال خمسة ستة سبعة من اللي أنتجي طوال العام ويشارك مجموعة من المسرحيات العربية أو الدولية إلى آخر الآن مستوى الحراك أقل من المطلوب مستوى الحراك هذا عطفا على موضوع ثاني كمان هناك كذبة أو خدعة يقول لك أنه الفن يجب أن يموّل حاله هذه كثير مسألة حساسة الفن يموّل حاله عندما يتكون كصناعة قبل أن يتكون الفن كصناعة ويصير صناعة ويصير في إلو مردود من الصعب أن يموّل حاله هناك نقطة كثير حساسة هناك نقطة أن الفن ليس صناعة فكيف يجب أن يموّل حاله لا يمكن أن الفن يصير صناعة لحاله بجهود الفنانين ومخرجين والممثلين والكتاب لأنه ليس هذا دورهم هو دورهم إنتاج الفن حتة الصناعة تطوير الفن يكون عمليا صناعة ومنتج وبينباع وبينشرب وبينموّل حاله وتسوق هذه شغل مؤسسات هذه ليس شغل الفنان طبعاً ليس شغل مؤسسات سواء مؤسسات وطنية أو قطاع عام أو قطاع خاص فعلاً يكون هناك حراك ويكون هناك شغل على الحالة الفنية التي تكرس كصناعة التي تكرس كصناعة بالتالي يصفي بالطالب الفنان أو الفن أو المنتج الفني أن يموّل حاله لأنه صفي منتج وبينباع مثل أي سلعة مثل أي سلعة مثل أي سلعة مصنع مكينة وشغلة وتنتج لكن أنت لسه بحدود غض تجارب غضة وأساساً لا يوجد أي أعملية دفع للتسويق أو للانتشار مثل مثل مسرحية سيرة ذاتية التي تعملها هي بالمناسبة إنتاج الصندوق العربي للثقافة والفنون وبدعم وزارة الثقافة أمانة عمان بشكل جزئي لكن الداعم الرئيسي كان الصندوق العربي للثقافة والفنون أفاق الآن المسرحية مثلاً نحن نعم في حدود ثلاث شهور أربع شهور كتابة ناص وثلاث شهور الآن تتفرج أنت تحب تقدم مهرجانات مختلفة في بيروت ومصر لماذا قدروا أنه يموت هذا المشروع لماذا قدروا أنت ثلاث عروض في المسارح تلاث عروض هي عروض يعني أنت تبدأ عرضك بعد العرض العاشر فشيء محزن أنه هذا الجهد عبارة عن عشرة عروض المكسيموم يكون لك وبنتهي 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 نتمنى أنه يحيى خصوصاً هذه المسرحية أستاذ خالد نحب أسمع منك بشكل سريع لو سمحت يعني إيش مشكلة المسرح كيف نقدر نتغلب ونطور مسرحنا والله نشوف من ثلاثين سنو نساء نفس سؤال وبنحكي إجابات مختلفة بس آخر فترة صراحة أنه شوف الدولة فيها لازم فلسفة وفيها سياسة وفيها اقتصاد فلسفة الدولة تجاه العمل الثقافي مضروبة والثقافي تقوم على ثلاث ركائز الأداب والفنون والعلوم وإذا جيت شفت الفنون والأداب والعلوم عندنا مخربطة صراحة أوكي غير مسألة الجامعات والتعليم وما إلى ذلك هلا تيجي تشوف أنه والله قديش ممكن وان في مشكلة للفنانين وجورهم عالية واطية مش هذا الموضوع فيه فلسفة مفروض تكون غاد عند الدولة موجودة مش عند الحكومة ولا عند وزير الثقافة الجديد ولا القديم ولا اللي راح يجي بعده ولا عند مدير المسرح ولا بالنقاب القصة ولا في مسألة 300 ألف دينار لدعم الموسم وما إلى ذلك فيه شي إنه إحنا بالأردن شو عندنا إشي ممكن نقدمه في عالم الفنون لجمهيرنا أو لناسنا أو للسياح وما إلى ذلك وهذا الحكومة ممكن نفتح لك باب من الصناعات اللي حكى عنها الأستاذ أحمد تعرف شو ميزتنا إحنا الموسمين إحنا المادة المنتجة وإحنا العامل وإحنا المكينة وإحنا الصانع وإحنا المكينة العرض ومحل العرض وما فيش رأس مال كل السلافة كلها نوكة انت في عندك رأس مال وفي حد ثاني ممكن ببساطة شديدة جدا بعنزة صغيرة يعمل لك كباب وما إذا نجيب بسيطة الطبيق بعرفش في ريحة مقلوب سجاعات سجاعات بس إنه قصة الإبداع مالهاج دخل بالمال المال هو للفنان عشان عيش حياة لزيزة ورائقة وهيك شي يعني السوري في الضرماي بس المشكلة في عندنا بمفهوم الدولة هادا من ثلاثين سنة في مسألة الأداب والفنون وكيف العلاقة فيهم مع الجماهير مع بناء مسارح مع بناء قاعد عروض المركز الثقافي ملكي عندنا واحد بعمان كلها وبنينا من سنتين بالزرقة مركز عبدالله الثاني الثقافي والزرقة بدها أربعة إربط بدها ستة عمان بدها كمان ثمانية عشان يكفت الاثنين مليون سعيتها بتصيل ان انت بتبني أرضية عشان تجيب هذه الصناعات بس عشان تنتج هذه الصناعات مش المسألة المصاري بقدر ما انه فيه عقلية لازم بتقول انه الأداب والفنون هدولة بشكله بلعب دور أساسي في روح الشعب وتنوير الشعب وناضط الشعب باتجاه الديمقراطية والحداث وما إلى ذلك والسلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله بشكل سريع أستاذ أحمد أو أستاذ خالد تعيدوا لنا وين رح يتم عرض مسرحية سيرة ذاتية لكل اللي عم تابعونا أهلا العرض القادم عنا رح يكون في جامعة اليارموك يوم الخميس الساعة وحدة على مسرح الدراما في جامعة اليارموك وعنا عرض رح يكون في المهرجان المسرح الأردني الدولي أول دورة دولية بتوقع رح يكون بين 14 و 24 لحد الآن 14 و 21 لحد الآن ما تحدد الموعد بالزبط نحن نعمل على عروض في رمالة و في بيروت و في باريس و في مصر في مسرح الهناغر ممكن أو أحد المسارح في مصر شاء الله شكرا لكم هذه التواريخ ليست معلومة شكرا لكم شكرا لكم يعطيكم ألف عبارة رب أهلا وسهلا أتمنى لكم التوفيق